رفعت تلهيئة العامة لنقابة أصحاب المخابز توصياتها للحكومة لمواجهة التحديات التي تواجههم حيث طلبت من وزارة الصناعة وقف إنشاء المخابز وبيع الخبز في المحلات التجارية ورفع الدعم للمخابز الحجرية من 4 دنانير إلى 5 دنانير إضافة إلى معالجة الاختلالات في توزيع الطحين إلى المطاحن ومنها إلى المخابز ورفع هامش الربح للمخابز من 8 إلى 25% نحن في حسبة أصلا ما بين وزارة الصناعة والتجارة وما بين النقابة لحسبة المربح ارتفاع سعر الخبز وانخفاضه هذا في إيد الحكومة نحن في عنا مشكلة الآن مع الحكومة اللي هي نسبة الربح اللي هي 80% من 98% وهاي الحسبة لا يمكن إنها تغطي ما تقوم فيه البخابز من الخدمة للمواطن